من الفيديوهات مضت ورأينا مركب C3 الضوئي الكلاسيكي وسمي بـ C3 لأن المرة الأولى التي يتأكسد فيها الكربون أو بالأحرى ثاني أكسيد الكربون لجزء ثلاثي الكربون ولكننا رأينا المشكلة مع تركيب أطوئي لـ C3 إن الإنزيم الذي قام بتثبيت الكربون من الممكن أيضاً أن يتفاعل مع الأكسجين وعندما يتفاعل الأكسجين مع الريبولوز ثنائي الفوسفيت بدلاً من الكربون سيكون تفاعل غير منتج الآن هي ليست فقط غير منتج أنها تمتص الناد بي إيتش والأتي بي الخاص ولن تذهب إلى أي مكان من الحين إلى الآخر عندما لا يتبط الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون لن ينتج أي شيء وكل شيء سيصبح أقل كفاءة في أحد الفيديوهات وأظنه الأخير أن بعض النباتات بعض النباتات لقد وجدت وسيلة لتغلب على هذا لذلك ما تفعله هو أنها تقوم بتثبيت الكربون في الخارج في خارج الخلايا المعارضة للهواء ومن ثم بمجرد تثبيت الكربون في الحقيقة أنها تقوم بتحويله أو بتثبيته إلى أكسيل وأستايت وبعدها يتحول إلى ماليت ويتمضق الماليت بعمق داخل الورقة التي لا نريد أن تتعرض للأكسجين ومن ثم يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الماليت وهذا في الواقع ما يشكل حلقة كالفين وحتى عندما تكون ما تزال تملك الربسكو أي في التنفس الضوئي لن يحدث لأنه يملك فقط منفذ إلى ثاني أكسيد الكربون وليوجد له منفذ على الأكسجين الآن هذه طريقة فعالة جدا في إنتاج السكريات وهذا هو سبب في بعض النباتات التي نربطها بالسكر أو حتى المنتجة للإيثانول وهي تقوم بتمثيل الضوئي C4 مثل الذرة كورن قصب السكر ويمكنني كتابة هذه شغر وعش بأسلطعون كراب إغراس وهذه كلها تنتج السكر وهي فعالة جدا لأنني ليس من المفترض أن أقلع كثيرا في عملية التنفس الضوئي الآن بعض النباتات لها مشاكل مختلفة قليلا إنها لا تهتم كثيرا على بكفاءة العملية بل تهتم أكثر على خسارة الماء ويمكنك أن تتخيل ما هي هذه النباتات ممكن أن تكون نباتات التي في الصحراء الآن هذه النباتات لأن هذه الثغور أو المسامات الموجودة في أوراقها من الممكن أن تسمح للهواء بدخول ولكن أيضا قد تسمح للماء بالخروج إذن إذا كانت في غبات منطرة لن نهتم بذلك ولكن إذا كانت في وسط الصحراء لن ترغب بتبخر الماء من خلال المسامات إذن هذه هي الفكرة أنا أريد أن تغلق الثغور خلال النهار إذن هذا ما أريده إذن أنا أريد إذا كنت في الصحراء دعوني واضح هذا إذا كنت في الصحراء أريد أن تغلق المسامات في النهار لسبب واضح لأنني لا أريد أن تتبخر كل هذه المياه من الأوراق ولكن في نفس الوقت المشكلة أن عملية التنفس الضوئي عملية التنفس الضوئي من الممكن أن تحدث خلال اليوم وهذا يشمل تفاعلات الظلام وتذكر لقد قلت مرارا إن هذه تفاعلات ضوئية مستمرة ولكن كلهما يحدث في الوقت ذاته وفقط خلال النهار إذن تحدث خلال النهار photosynthesis only at a day التنفس الضوئي يحدث في النهار فقط photosynthesis only at a day وإذا كانت المسامات مغلقة أنت تحتاج لحدوث عملية التنفس الضوئي وخصوصا حلقة كالفين وحتى تحدث حلقة كالفين أنت بحاجة إلى CO2 فكيف يمكن تحقق ذلك؟ إذا كنت سأغلق المسامات طوال اليوم ولكنني أريد CO2 كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟ والعديد من نباتات الصحراء تقوم بالتنفس الضوئي والتمثيل الضوئي بدلا من معالجة الكربون في الخلايا الخارجية أو تثبيته في الخلايا الخارجية ثم دفعه إلى الخلايا الداخلية وتشكيل حلقة كالفين إذن فهي تقوم بذلك بدلا من الخلايا الداخلية والخلايا الخارجية في الليل وفي النهار إذن في نبات الكام ويسمونها الكام إنها اختصار لـ ولأنه لحظة لأول مرة في هذه الأنواع النباتات نبات الكام ولكن هذه تسمى أو يمكنكم تسميته بنباتات الكام أساساً يوجد مجموعة فرعية من نبات C4 ولكن بدلا من تشكل التنفس الضوئي C4 كنوع من الخلايا الداخلية والخارجية في الليل والنهار فإن مجموعة فرعية من نبات C4 وما تفعله هذه النباتات أنه في الليل تبقي مساماتها مفتوحة إذن هذا يحدث في نسيج الخلايا المتوسطة في نباتات الكام وفي الليل عندما تكون خائفة من فقدان المياه لنقول أن هذه المسامات مفتوحة دعونا نقول أن هذه هي المسامات هناك هذه المسامة وبالتالي يوجد لدينا ثاني أكسيد الكربون أنا لست قلق بشأن الماء إنه الظلام الآن إذن ثاني أكسيد الكربون يأتي هنا وبعد ذلك يحدد ثاني أكسيد الكربون ويتم تثبيته بنفس الطريقة التي يتم تثبيته في C4 إذن يدخل CO2 هنا ولديك بيب بيب هنا ويسهل كل شيء عن طريقة الإنزايم ككاربوكسيليز بيب ويمكنه أن يثبت فقط CO2 ويمكنه أن يتفاعل فقط مع CO2 وليس الأكسوجين وهذا يستخدم لإنتاج كما رأينا هنا في هذا الرسم البياني لكامب 4 في الفيديو الأخير لإنتاج الماليت أربع من جزئات الكربون ماليت إذن هذا يستخدم لإنتاج الماليت وبعدها الماليت بعدها الماليت يتم تخزين الماليت في العضيات الأخرى داخل الخلية في الفجوات والتي يتعتبر نوعاً ما عبارة عن حويات تخزين كبيرة في الخلية أنا كنت برسم كل الخلية هنا وهو حقاً كل ما حدث في البلاستيدات الخضراء ويمكنك أن تتخيل أن الخلية تملك مركز تخزين كبير تخزن فيه الماليت في الليل ومن الممكن أن ترى الماليت على أنه مركز تخزين ثاني أكسيد الكربون لأنه في المستقبل نستطيع أن نحصل على ثاني أكسيد الكربون من الماليت وهذا بالضبط ما ستفعله نباتات الكام إذن هذا وقت الليل وبعدها ستشرق الشمس إذن نحن الآن في النهار هذا نبات أصحراء وربما هو أصبار وهو لا يريد أن يخسر الماء الموجود داخله ولهذا يغلق مساماته إذن يغلق مساماته هذه الثغرة لقد أغلقت وستقولون نعم ولكن ماذا عن التمثيل الضوئي؟ حسناً ستقوم بتمثيل الضوئي في هذه الخلية المماثلة لأنها تخزن الماليت كل ليلة الآن الماليت يمكن ضخه في الفجوة في سترومة البلاسيدات الخضراء ثم يمكن ثم يتكسر إلى بايروفيت ولكن الأهم أن CO2 يتحطم بحيث يكون لديك مؤونة من CO2 والآن يمكننا أن نفعل حلقة كالفين وفي بيئة تحتوي فقط على CO2 والمسامات مغلقة لذلك فإن CO2 يتفاعل مع رايبولوز الفوسفات ويتم تحفيز يتم تحفيز الربسكو إنها دورة كالفين كلها ونحن ننتج السكر الخاص بنا إذا هذا نوع من التكيف في هذه الشجرة التي تنتج السكر بفاعلية ونحن لسنا قلقين على المياه إنها تثبت الكربون من الهواء ثم تضخه الكربون نوعا ما في مخازن ويدخل في فجوات عميقة داخل الورقة ليشكل حلقات كالفين وبالتالي التنفس الضوئي التنفس الضوئي لن يحدث لأنه لا يوجد أكسجين ونباتة الصحراء تسفيد من ما حصل أيضا وما يحدث أنني لا أريد أن أبقى الكثير من انتغرات مفتوحة في النهار إذن ما أفعله أنني أقوم بتثبيت الكربون في الليل ولكنني أستخدم العملية ذاتها أنا أستخدم بكاربوكسيليز وأخزن ثاني أكسيد الكربون وفي النهار يمكنني أقوم بتفاعلات المعتمدة على الضوء وإنتاج ATP وند H وممكننا أيضا أن نقوم بتفاعلات الظلام وفي النهار كما ذكرت سابقا تفاعلات الظلام تحدث أيضا في النهار ولكن تفاعلات أضوء المستقل لا تكون فيها المسامات مغلقة ولكن يوجد مخزن يحتوي على ثاني أكسيد الكربون بشكل مليت تفاعلات أكسيليز